من جانبه قال الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية تيانا بالدكتور أحمد عبدالله جبوري أبو مازن إن التكاتف والمساعدة في تخفيف وطأة حريق الحمدانية أفضل الخيارات للتخفيف من آثار هذه الكارثة الإنسانية وأكد استعداده للمشاركة في أي جهد سياسي أو شعبي لتضميد جراح هذا الحادث الجلل وأعرب أبو مازن عن بلغ الأسى والأسف لحدث الحريق المروع الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين من أبناء نينوى سائلا العلي القدير أن يربط على قلوبهم بالصبر ويشمل الضحايا برحمته الكبيرة ويمون على المصابين بالشفاء العاجل كما وطالبت جميع بالابتعاد عن التأويل السياسي والاجتهاد الشخصي لأسباب وقوع هذا المصاب الكبير ومراعاة أوجاع الناس الأبرياء ليأخذ الجهد الحكومي والقانوني مساره الصحيح في إظهار الحقيقة